بسم الله الرحمن الرحيم انا الاسم ديلي حسن قوم زيطي انا استقررت هنا في امسكر امسكر اللي هو تبع الجماعة ديال الامغرس واللي تبع عموما للامزميز استقررت هنا وقدرت هذا المأوى السياحي وعلى شكل بحرق وبرج والاختيار ديلي لهذا البلسل انه لقيتها كتشبه لي لبعض الامكين اللي هي في ورزازات انه اصلا انا من ورزازات ولقيت فيها راحتي ولقيت فيها ناس مناسبين جدا وتيتمشوا مع طبيعة فعلا وكيتعيشوا مع الطبيعة وكيتعيشوا مع الجديد اللي هو بيانش اوضع مكليكو سيستيم واستقرت هنا وفكرت في هذا المشروع هذا اول حاجة وهو نعلم من سكونابل انعاشت ديال الدوار اللي هو دخل في هذا الاطار اوضع ديال 200 البشرية استفتوا الاخوان اللي يخدمين معي وبالضبط عن الدوار اللي انا كان دامي لهذا اللي فيه واحد تقريبا يلا شهيت مني ديال العائلات ولك الحمد للله كين ناس اخرين كان يخدموا معي من على برد ديال دوار اخرين وكان قموا واحد عدد ديال الخدمات اللي هي كتركز اولا على كل ما هو طبيعي وكتركز اولا على خدمات اللي هي بحركة تقريبا 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 يعني دخل في التقاليد المغربية في الطعام المغربي يعني فلاكيولين يعني الطبخ المغربي يعني التشغين وكل ما هو يعني كوسكوس وكل ما هو عنده علاقة بالضبط بالانسان المغربي عموما والانسان بيصور امازيغي خصوصا هو اللوجيت يحتوي على واحد الحداشر ديال ديال الغرف فيه حمام بلدي وفيه مسبح طب الحال وفيه واحد ريستورون فيه مقهر ونحاولوا ما امكان انهم استجبوا لسمية المتطلبات ديال الكليون طيل ديالنا للعموم اللي كتمر من هنا ونحاولوا ما امكان انهم نوفروا لهم محلقتين وعنما من لزومة خاصة ديال الراحة لانه المسألة اللي من الناس ديال الصعوبة لبيل اسمحت فلافيل وانه شئا ما يقعانيوا من هاد الوستخس من هاد القلق ومن هاد الضغط النفسي اللي كيتواجدها من المدينة وكانت من نوع ان هاد الخدمات هاد يتنفعون وراها فوح للإطار دائما ديال تنمية البشرية ديال اسميته ديال هاد الموحيد لحنا كنعيشو فيه ان شاء الله بإدن الله وهذا اللي كان ان شاء الله بإدن الله والله والمستعدة اشتركوا في القناة